عقب عوداته إلى قطر اتهم الصحفي في قناة الجزيرة أحمد منصور الذي أوقف ليومين في برلين بطلب من مصر قبل الإفراج عنه الاثنين الحكومة الألمانية الثلاثاء بالرضوخ لضغوط القاهرة أعلم أنني بريء لا أحد يملك دليلا أن أحمد منصور ألحق الأذى بأحد وقال منصور الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية أخشى أن يكون نظام السيسي النظام الدكتاتوري النظام المستبد نجح ربما في تصدير الدكتاتورية إلى ألمانيا مناشدا زملائه الألمان البحث عن توضيحات وذكر الصحفي بأن توقيفه يأتي بعد أسبوعين من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا التي اختتمت بتوقيع عقد بقيمة ثمانية مليارات يورو مع الشركة الألمانية سيمينز في مجال الطاقة